المتابعين والمعلومات الطبية عن أفاديس كريكوريان سوف نأخذها كلها من دكتور رولا فرح أهلا وسهلا فيك أول شيء يعطيكم ألف عافي على الركض يلي عم تركضو خليني أقول أنه حضرتك اختصاصية بأمراض الدم والأورام عند الأطفال متابعة حالة أفاديس من سنة 2011 وهلأ لما رجع نعاد المرض حضرتك مؤسسة ورئيسة جامعية تشانس يعني الله يعويكم فعلا وإن شاء الله نحن نقدر اليوم نكون عم نعمل هالبوست يلي الكل بحاجة له أفاديس فعلا بحاجة لها الدعم هيدا لحتى يقوم بالسلامة إن شاء الله أول شيء بدنا نشخص أو نرجع نخبر شوي عن حالة أفاديس أفاديس صاب كتير مميز وبطبعه بكل شيء بقتا كان عمره خمس سنين ونص سنين حاس بواجع بأجري وتعب عامل فحوصات الدم بيان إنه فحوصات الدم فيها تخربطات بالخلية البيض كتير عاليين صفيحات الدم واطين أو البلاكاتي اللي بيجامده الدم فقر دم عامل خزعة اسمه بون مارو البون مارو هي نسحب بنعمل فحص لنوقية العظم مطرح ما فيه إنتاج الدم وبيان إنه عنده نوع من اللوكيميا اسمه بري بي أي أل أل مع ما نسميه انترميديت ريسك الريسك طبعه انترميديت هيك من شخصه بالضب جيوا بكتير منيحة العلاجات يعني مش كتير حاد معناتها بقبل الكيميا الحادة أكيد طبعا الكيميا الحادة جيوا بكتير منيحة العلاجات أول علاجه في 2011 كان لسنتين ونص ثلاث سنين عمل ريميشن كومبليت إن كان على الميكروسكوب أو إن كان بالمولاكولور بايولوجي بالأم أردي هيدا أحدى استقانية بتخليك تفوت على الحمود النووية تبع اللوكيميا وتتأكد إنه المريض شافي على سبع سنين ونص من أول تشخيص دلو كتير منيح مع متابعة دورية مع فحوصات دورية يلتزم بكل موعيده وما في أهدا منه عم تشوفيه قديش بحب الحياة ونشيط وبيجي كل الوقت على معيده بعد سبع سنين ونص إجا رجع مع واجع بكتفه وواجع بصدره نعمله فحص دم وبيّن هبوط بسفيحات الدم من بعد ما كانوا كتير طبيعية وكل شي نورمل لسبع سنين ونص على الفحص بيّن إنه اللوكيميا مبينة عنده من تموز هصيفي 80% من اللوكيميا بيشوفوا على العلاجات الكيميائية 15% لـ 20% بيرجع بتبين اللوكيميا عندهم وقليل من الحالات بنسميهم لحد هلأ الطب في 2018 ما بيقدر يفهم ليش في أطفال بيرجع المرض بيبين عندهم بقوة ليش رشلوش طبع المرض ترجع بتتحرك وبهالحالة هيدة بس يكون الريلابس متأخر في أطفال ممكن يشوفوا بس بالعلاج الكيميائي حسب النوع وحسب التجاوب أفاديس هلأ كان عنده شوي بطء بالتجاوب والمرد مسميه الملادي رزيديوال يلي هي التقنية الحديثة لنكشف عن الحمود النووية للوكيميا بالبولمرو عم بتبين بوزيتيف يعني عم بتضلم بين موجودة شلوشن للوكيميا لأنه لو راحوا فيه يجع يخد بس علاجات كيميائية وما يعوز زرع نوكي العظم بس الحمود النووية تبع اللوكيميا الـ DNA يضلوا مبين بالمرد لنسبة معينة مع أنه هلأ بالميكروسكوب هو يعني خلايا الخبيثة هلأ وصلنا لنجاح معه أنه الخلايا الخبيثة اللي بتأشع العين على الميكروسكوب مش موجودة يعني منعدة نحن ريميسيون مورفولوجيك بس الحمود النووية البيولوجي موليكولير عم بتضلم بينه مش نهيك نحن بهالحالة بننصح بزرع نوكي العظم يلي هو كناية أنه تعطي هي بنسميها عملية زرع نوكي العظم بس هي بالحقيقة من عملية بالمعنى أنه فيه شأ أو فيه عمليات هي عملية اسم عملية بس هي بالحقيقة كناية عن علاج كميائي منها جراحة بس كناية عن علاج كميائي كتير قوي بيمحي نوكي العظم نهائيا بس يمحي نوكي العظم نهائيا بروحه لشلوش طبعا له كيميا نهائيا نسبة الشفاء عنده بتطلع أعلى ونعطي محلة مجبوري نعطي نوكي العظم من شخص يكون متطابق عليه أحسن شخص يعطيه نوكي عظم هو أخته عنده أخت وحيدة ولكن لسوء الحظ هالأخت عنده ما زبطيت على الـ HLA تايبنج عليه يعني منعمل شيء اسمه HLA تايبنج اللي هو تطابق الأنسجة وطلعت أخته ما فيه تطابق بينه وبينه نسوء الحظ عنده كل أخت أو خاي عنده 25% نسبة أنه يزبط على خاي والأخت الثاني هو بما أنه عنده أخت واحدة هالأخت ما زبطيت أبدا الأزبط الثاني نوع زرعي اللي الأفضل والأحسن هو نوع شخص أنريليتد يعني ما بيقربوا بالسجل العالمي بتعرف أنه فيه سجلات عالمية للدنار للأشخاص اللي بيعتوا نقية عزم يكونوا حاطين الـ HLA تايبنج تبعهم واسميون ومعلوماتهم كلها ليساعدوا غيرهم أو إذا حدا نصار فيه تطابق بينه وبينهم دونك تاني أحسن نوع هو ياخد نقية عزم من حدا فيه تطابق أعليمي بالمية لأنه نسبة الشفاء بتكون أعلى بتعرف أنه أفاديس عنده أوريجين أرمنية دونك فتنا بالأول على سجل فيه سجل عالمي للأرمن بس كتير منظم وكتير متطور فيه فوق 30 ألف اسم ما حدا نطابق عليه بهذا السجل اليوم فيه حدا نطابق مع أفاديس فيه بالسجلات العالمية التانية فيه 12 شخص معقول يكونوا زابطين عالمية بالمية طبق بدون يرجعوا يتصلوا فيهم ويندرسوا وهذا الشيء بدون شوي وقت لنكون نحن حضرناه بعد للزرع كيف نحضر للزرع؟ الثالث تاني نوع الزرعي يلي ممكن نعمله إذا ملقينا دنار زبط عليه ما فيه تطابق 100% أو إذا طولنا كتير إذا بدوا يطول كتير السيرتش لدنار أو إذا هالدنار يلي زبطوا بيقولوا نحنا مثلا مرضنا بهالوقت ما فينا نجي نحنا بيكونوا بغير بلدين هاو دي الدنار إذا هالشخص يلي بنطابق عليه ما بيقدر منه مؤمن منه متوفر أو رح يطول كتير ليكون متوفر الحل الثاني يلي بنعملها هي هابلو ايدنتيكول خمسين بالمئة تطابق عليه يلي هو من الأم أو من البي هول الأم والبي موجودين دغري الأسرع أنه نحصل لهم لكن الريسك تبع الزرع أعلى نعم من يوم شو القرار القرار بعد ما اتخذ نهيئيا حسب السيرتش يعني نطرين نتشوف إذا نعمل الزرع مع الشخص المطابق 100% أو من أم أو من بي الشخص المطابق 100% عمليته بتقدر تزبط بيه لبنان الأهل ممكن يزبطه يصبح يعملوها في لبنان ولكن ما في خبرة قد المراكز برا هو عنده قبول بإيطاليا بمركز النقي العزم نعم ما شفنا أكيد نحنا كل اللوراء الرسمي ودرسوا ملفه وشافوا أنه هو وضعه يتطلب زرع لحتى يشفى ومضطرين نعمل الزرع بأسرع وقت ممكن لأنه من خاف بهالوقت أنه اللوكيميا ترجعت عاود بلبنان قد كلفة العملية بإيطاليا بإيطاليا كلفة العملية 158 ألف يورو كلفة الزرع إن كان الهابلو أو إن كان التطابق هذه كلفة العملية من عدد تكاليف السفر على الأهل بلبنان بلبنان أول شي بدوا ياخد دوا تحضير فيه دوا بيخلي الملادية ريزيديوية اللي تروح اسمه بلينا يعني دوا جديد متطور بيخلي هل الحمود النووية تختفي بتخلي نسبة النجاح بالزرع تصير أعلى الدوا لحاله حقه 72 ألف دولار كل جلسة بده جلسة أو اثنين وبعدنا قبل أول ما بلش علاجه أفاديس بايوا بيشتغل كان كوافر ما كان عنده ولا ضمان ولا شيء ووضع العائلة رح نحك عن الوضع المادي للعائلة مع العائلية اللي صارت موجودة معنا اليوم بس لكينا نحن اليوم أقل الشيء اللي بنا نجمعه هو 150 ألف دولار وهي دا الميليموم يعني بين العلاج والعملية باللبنان أما إذا نتقل لإيطاليا فرح بيزيد أكيد أكثر الكلفة يعني بالقليلة 250 تطلع نسبة الشفاء نعم أنتو كتشانس قد قدرين اليوم تخطو تشانس دعمته من 2011 لهلأ بعد عم تدعمه بعلاجه أول ما بلش علاجه ما كان عنده أي تغطية نهائيا وتشانس دعمته مية بالمية بكل العلاجات اللي أخذها وأكيد الأهل بقلولي والفوتير طبعا موجودة ساعدته بحوالي 80 ألف دولار بكل هذه الفترة ولكن تشانس ما عنده بجت اليوم لتقدر تأمن الزرع لأفاديس مش نيك نحن نطلق هالنديق الإنسانة لأنه أفاديس عنده نسبة شفاء كتير عالية تشانس عم تهتم هلأ عنا فوق المية مية وعشرين حالة عم نهتم فيهم ما بتقدر تشانس تأمن هالبيجي لمريض واحد بس عم بتأمن أنه نطلق صوت طبعا هذه أهمة شغلة صوتنا دايما رح يدال عالي رح نرفق الأطفال لأخر لحظة وما رح نترن أبدا أبدا لا حتى لنقدر نوصل للشفاء على كل حال نحن اليوم صار لنا قدي تقريبا بالبانك أكاونت من لما بلشنا حوالي 25 ألف لـ 30 ألف دولار بأكاونت أفاديس ونحن اليوم أكيد متكلين على الشئ الأكبر على الناس محبتهم وحبهم أنه يرجع أفاديس لحياة طبيعية ويشفى نتكل على كل المحبين اليوم هذه العملية هي ضرورة منه خيار منه خيار لأنه لعاليج ما بقى ما في غير حالة لأله العاليج لحاله الكيميائي ما بيأدي مضطر أنه يعمل زرع نوكي العظم نحن أكيد مثل ما أسمي الجمعية بتقول تشانس بدنا أحظ وفرصة لحتى أباديس يأخذ الفرصة بالشفاء تشانس ما عنده الإمكانيات أنه تغطي زرع هذه الخاليسية تابعو لنا فمشي نيك نطلق النداء لكل المحبين أنه يقفوا حد العيلة تبع أباديس دكتور رولا فرح نحن بدنا ندعي كده اللي معنا أكيد دي بالستوديو رح ناخد بريك وتتعرفوا من بعد على أباديس كريكوريان خليكم معنا